سلوكيات مجتمعية هجينة تدفع لثقافة العنف والتعصب حركات دينية متطرفة اتخذت من عقول بعض الشباب مقرا لانطلاق أفكارها المنحرفة أمر رفضته جميع الأوساط ما دفع وزارة الداخلية لاعتقال العديد من مروجيها هذه الحركات تسبب خطر على المجتمع خطرها لا يقل عن خطر الإرهاب لذلك لدينا الكثير من المتهمين في هذا الإطار ألقي القبض عليهم من قبل وكالات الاستخبارية وأجهزة وزارة الداخلية ومستمرين بهذا الجانب سواء جانب التوعية أو جوانب تنفيذ الإجراءات القانونية بحكم ويرفض رجال دين الأفكار المتطرفة التي تدفع بالشباب للانتحار كاشفين بأن تلك الحركات بعيدة عن العراف والأديان السماوية هذه الحركات هي مدارس تبليغية ليس لها علاقة بالدين بل مدارس هدامة للعقيدة وبناء الطريق السليم إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن ولا يدخل إلينا أي بناء جديد سوى بناء القرآن والسنة النبوية الأصيلة المتصلة إرهاب فكري متطرف يستند لتأويلات وتفسيرات بعيدة عن القيم الإنسانية والدينية يتجه لدفع بعض الشباب نحو إنهاء حياتهم ما يستدعي ضرورة صده أمنياً وفكرياً من بغداد علي أحمد السومرية